اشتركوا في القناة الموضوع كلها منا مثل ما قلنا مطروحة للمعاش بتخاف انه اذا وصلت الامور لحد ضرورة الحسب بالموضوع الرئاسي يفرض هذا الاعلان بابعرف شو بيصير انا بس خليني يكون واضح خيار دكتور سامير جعجع فيك تختلف مع دكتور سامير جعجع على الادارة السياسية ما بتختلف معه على الخيار السياسي سامير جعجع ما قاعد بستجن 11 سني بوجه النظام السوري تاليوم يتميل او انه يبيع ضميره بوجه حزب الله انه وقت بده هو يتميده وقت لهو بده يغلب مصلحته الشخصية او مصلحته الحزبية او مصلحت حزبه على حساب خياره الوطني ما كان بيعود بستجن 11 سنة بينما بالعكس العماد عون امام مصلحته عمل مقايضة واضحة بعطي جزء من السيادة لحزب الله حزب الله بيعطيني جزء من السلطة لحد اليوم من 10 سنيننا اليوم عاطي كل السيادة لحزب الله والسلطة اللي هو بده اياها غير نايب ووزير ورئيس بلدي ومال السلطة اللي هو بده اياها اي رئاسة جمهورية بعدها ما انا عم تتقدم لأله ما بتري يعني ما عم تتقدم لأله بسبب موقف 14 قدار مش بسبب موقف الحزب معادلة الشيخ نعيم آسم الاخيرة هذه معادلة عم تنصف رئاسة جمهورية ما عم تجيب ميشانعون رئيس جمهورية ما عم تأكد تمسك الحزب فيه اكبدا هايدي وقت بيحكي هيك نايم آسم وقت الحزب بده يجيبه للميشانعون بيشتغله مش بيحكي انه بديشتغله بيشتغله بس هيدا وليد جملات قادر انه يحكي معه وهيدي القوة السياسية التانية قادرين انه يحكمها اتنين الخيار الوطني بين سامير جعجع بين القوات اللبنانية كفريق وبين طيار الوطني الحر مختلف طيار الوطني الحر عم بيقول انفصال عن المسلمين بمعنى من عشر سنيننا اليوم الهدف هو انه المسلمين سلبون عننا حقوق والمسلمين اخدون نحقوقنا القوات اللبنانية حطت 3000 قتيل 3000 شهيد بحرب 89-91 من اجل تنفيذ اتفاق الطائف اي تنفيذ الشراكة الوطنية مع المسلمين طبعا من خلال هذه الشراكة بيحاولوا انهم ياخدوا حصة هذه بتصير ادارة انما بالخيار الخيار للقوات اللبنانية هو خيارنا هو الخيار الذي نحن ننظر اليه وننظر اليه الدكتور سامير جعجع بانه صائب بالادارة السياسية بحب الدكتور جعجع يجرب يشوف كيف ممكن انه يجيب للعماد عون من موقع الى موقع انا برأيي يعني مرح ينجح بهذا المسعة لانه العماد عون يرى من خلال هذا التقارب مع القوات اللبنانية شو عم بيعمل هلأ من بعد التقارب مع القوات اللبنانية عم بيقول بما معنى الكنيسة صارت خارج التأثير السياسي القوات اللبنانية اللي هني الخصم السياسي بالوسط المسيحي اصبحت انويية على ورق التفاهم او على ورق اتنيات وبالتالي اطلقت يديا وتحررت من كل القيود الداخلية صرت قادر انه انا زايد او صرت قادر انه انا اروح بعملية التعطيل هذا كل اللي عم بيعنه لحد اليوم انما انا برأيي وقت اللي بيوصل لمحل بشكل خطر على لبنان وبشكل خطر على الوحدة الداخلية نحن والدكتور جعجع وكل 14 قدار سيكوننا موقف واي وقت عم بيحكي عنه دكتور اكتر من هذا الوقت والخطر محتج في لبنان يعني شو بدي يكون اسوأ من هيك لحتى تنتفض تقلك 25 جلسة كان قبل مبارح عرفت انا برأيي الجميع ينظر الى ما يحدث في لبنان على الساعة اللبنانية وحقه لانه نحن بالنهاية لازم انه نغلب الاحداث الداخلية اللبنانية على اي حدث اخر انما الحدث الاساسي وهون الساعة نعم هو انهيار النظام بسوريا الحدث الاساسي نعم بسمنوا وارد بهذا القرب دايما عم بتكرر هذا الامر وكأنه حاصل غدا يعني خفيته بالسنة الخامسة من الثورة رو لا يعني انا ماني عم بعمل تكاهن انا عم بوصف واقع نعم بالواقع في فريق لبناني اللي هو حزب الله ربط صورته ربط حاضره ربط مستقبله بهذا النظام بقدر ما هذا النظام يضعف بقدر ما هذا الفريق اللبناني المربوطة صورته بصورة هذا النظام ينعكس عليه هذا الضعف وبالتالي امام خيارات عديدة في ناس بيقولوا انه بدي يقوم بعملية تعويضية بلبنان اذا خسر بالشام تعويضية بالسياسي يعني او وضع اليد او سبعة ايار واسعة او عملية جراحية كبرى او استلاء على السلطة او وضع يده على الدولة اللبنانية لانه بني هي شو عم مفكر حزب الله طيب اذا مطلوب مني انه انا سلم سلاحي لدولة للدولة اللبنانية بدي يكون مأمن لهذه الدولة بدي انا اكون مأمن له وبطيري اذا مش انا بدي ركبها على مستوى رئاسة الجمهورية وعلى مستوى ايات الجاش على مستوى الحكومة وعلى مستوى مجلس نواب وعلى كل المستويات انا ما رح سلم سلاحي للدولة اللبنانية بدليل في ناس سلموا سلاحهم لدولة الطائف بالتسعين وواحدة وتسعين انتهوا بالسجن شهادة النظرية لهن بأدموها إذن هو شو بدوا يعمل إذا نهار النظام بسوريا بديقوم بهذه العملية التعويضية بلبنان للاستلاء على هذه الدولة من أجل أن تكون هذه الدولة تعمل لأجله من أجل أن تكون هذه الدولة هو بيأمن له ولا لا من القوى السياسية اللي بدأت تواجه بهذا الموضوع هل سيطيح باتفاق الطائف وبالدستور اللبناني وهل سيطرح عملية مؤتمر تأسيسي جديد في لبنان هل يستخدم ميشيل عون الذي هو يعطل رئاسة الجمهورية ويعطل اليوم الحكومة وهو جزء من تعطيل مجلس النواب من أجل أن يتجاوز الجميع السلطة اللبنانية وأن نذهب إلى مؤتمر تأسيسي حيث أسئلة بدوا يجاوبوا علي اللبنانيين وبتالي أنا عم بربط هذا الموضوع بالوضع السوري من عم بربطه لأنه أنا والله بدي غلب الحدث السوري على الحدث اللبناني لأنه فيه طوريت لفريق لبناني أساسي بالأحداث بسوريا هذا الربط يجب أن يكون هو نقطة الانطلاق لأي فكرة نحن بدنا نتقدم فيه طرح العماد عون للفيدرالية اليوم شارل أيوب بجريدة الديار بقول الأمور مرح تمر مثل السابق وإذا كان طرح العماد عون للفيدرالية قد يكون أفضل وضع للمسيحيين اعتماد الفيدرالية بدل البقاء بالظلم والاتهاد والإلغاء كما هو حاصل الآن ترى هذا الطرح جدي أم زلت لسان؟ من قبل العماد عون يلي كل شعاراته كانت عكس هذا الطرح هو هذا الطرح شو عم بيقول عم بيقول يا منحكم لبنان يا أنا بعمل رأي جمهورية وبحكم لبنان يا كفر شيء ما المدفون لما هذا الطرح رفضوا هو بالتسعة وثمانية لماذا رجع له اليوم؟ دفعنا ثمان وثلاثة لفقتين وقت اللي واجه هالقوات اللبنانية شو كان الكلام؟ هو الدولي والقوات اللبنانية الدولي نحنا كنا بوقتها فعلا مش إنه عن مزح كنا مع منطق الدكتور سامير جعجع يلي كان عم بيقول إنه هادي المنطقة منطقة يجب أن تبقى ما يدخل عليها الجيش السوري وإنه يلي عم بيقوم فيه العماد عون سيؤدي بالنتيجة إلى دخول الجيش السوري على المنطقة أو هذا اللي صار كان على 10452 كيلومتر كان بعد في منطقة خضرة بلبنان نتفاعل فيها كلبنانيين الحركة اللي قام فيها العماد عون أدخل بنهيتها الجيش السوري على لبنان اليوم شو عم بيقول العماد عون؟ عم بيقول عكس ما قام به بالعام 88 عم بيقول بتشوف الكلام الجدي أم تهديد أم تحذير أو شي هذا خرافي سياسي عم بيقول 10452 إذا حكمنا لبنان وإذا تعذر علينا حكم لبنان فكفر شيء ما المدفون تحت أي عنوان حقوق المسيحيين إذا بكرة طلعنا شاب خبرنا عن حقوق المسلمين وقال له للعماد عون يا شاب تأسألني لأشوف تعن زين حاننا طلع على الميزان تعن عد بالبلد تعن طيح باتفاق الطائف تعن شوف شو في عندك وشو في عندنا شو بيطلع لك خود وحب تمسكه شو بيطلع لنا بدناية وحب تمسكه وين بنصير نحن وطروحات العماد عون ما تجرب العماد عون من سنة 88 لليوم ما تجرب الطروحات ما تجربت مغامرات العماد عون من سنة 88 لليوم مش بقى يعني بعد جسمنا بيحمل خبيط لنمشي بهذه الطروحات يعني ما بتأدي إلى ولا أي نتيجة نعم ولكن هون المغزى من طرح الموضوع البعض قال لأنه يمكن عم بيحكي الشارع المسيحي ليهو بالنهاية يشعر بهذه الطريقة مين خبروا أنه الشارع المسيحي مين خبروا أنه الشارع المسيحي شارع المسيحي بدو ينفصل خايف بدو دولة مش خايف بدو ينفصل عن المسلمين خايف عم بيطالب بدولة بدو يتطمن أكتر لا بدولة بتحميه بتحمي المسلمين مش خايف يعني بدو ينفصل عن المسلمين بلك هون عم بيخاطب شارع القوات اللبنانية مين خبرك أنه شارع القوات اللبنانية ضد الدولة مين خبرك شارع القوات اللبنانية مش ضد الدولة يمكن هيدا الأمور بعدها بتغضغل ومشاعره مين قال هيدا القوات اللبنانية عندها قيادة وعندها إدارة وعندها زعيم وعند هيئة سياسية وعندها كوادر ما منشوفهم ومنحكي نحن وياهم خيارهم واضح بموضوع وحدة البلد خيارهم أوضح بموضوع الشراكة مع المسلمين مش مزبوط أن الشارع المسيحي طلعا بلهم خايف إيه؟ لشي الشيعة مش خايفين السنة مش خايفين الدروز مش خايفين العلويين مش خايفين في حدا ما نخايف من البنطقة من اليمن للحدود التركية مرعوبة بس المسيحيين خايفين ومن هون عم نقول لأنه أكثر من يدفع الثمن بجرة يا سترولا ما في حل مسيحي لخوف المسيحيين وما في حل مسلم لخوف المسلمين في حل لبناني وطني لخوف الجميع مين عرب هذا الحل اليوم بوقت ما في دوحة مثل ما كان بال2008 شو كان فيه بـ 14 أدار 2050 كان فيه دوحة وطائف واحتضان عربي كان فيه شهادة وفيه بماء فيه كان حدث تأسيسي كان فيه حدث تأسيسي اسمه استشهاد الرئيس الحريري وكان فيه تخضير قبل الاستشهاد قمنا فيه نحن ووليد جملات ورفيق الحريري والمنبر الديمقراطي والشيعة المستقلين من أجل أن نجعل من استشهاد الرئيس الحريري حدث تأسيسي وأن تنطلق منه الانتفاضة الانتفاضة عملت 14 أدار وعند أول مفرأ فترق العشاء وصار تحالف الربيعي لا 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 أول شيء ما فترق حدا تحالف الربيعي كانت محاولة من قبل فريق من 14 أدار لتجاوز عقدة الشيعة عقدة حزب الله وحركة أمل يلي كانوا وقفين حاجز أمام إجراء الانتخابات النيابية بالعام 2005 وكان هندسي أكبر من إرادة 14 أدار وأكبر من إرادة 8 أدار اليوم في حدث تأسيسي آخر واصل الأول ما كنا حاسبينه صغوة اللزام السوري طبعا خليني أرجع لترتيب المواضيع اليوم قصة كل المؤسسات الواقفة يعني من بعد الفراغ بسدة الرئاسة عدم التمكن من عقد جلسة تشريعية هلأ بلش عداد الحكومة يعني هذا صار ثالث أسبوع رح نفوت فيه بدون جلسة لمجلس الوزراء الهيئات الاقتصادية داعت مبارح بالبيال وأطلقت صرخة لرفض الانتحار مثل ما كان العنوان أرمى حمسة بكاريكاتور النهار تحت هالعنوان صرخة الهيئات الاقتصادية صور شخص يرمز إلى هذه الهيئات عم بيصرخ ورى شخص آخر يرمز إلى نغمة 8 أدار بس حاطت السماعات ورافض يسمع هذه الصرخة ويواصل غناء نغمة التعطيل فينا نقول منها الكاريكاتور أنه رح تكون صرخة بالبرية وحظوظة لن تكون أفضل من المحاولات السياسية تسمحي لي يقول رأيي بهذا الموضوع الربح مبارح بالبيال هيئة التنسيق أني قرية مش أرباب العمل لأنه محضرت يعني الربح مبارح بالبيال أرباب العمل جيد أنه يطلق صرخة نعم سرباب العمل بإيدهم مبادرة بإيدهم إمكانيات يعني أنا كمعارض أنا كأماني عاملي 14 أدار بقدر أعمل خلوة بأعمل مؤتمر بكتب بيان بعلي صوتي بس أنا ما عندي إمكانيات فعلية لأكون مؤثر بالحياة شو بتقدر تعمل الهيئات الاقتصادية والله يعني بين القطاع المصرف اللبناني أكثر من الصراخ يعني بين القطاع المصرف اللبناني اللي بيقولوا أنه صار معه 77 مليار دولار نعم بين هيئات التجارية وبين وبين بيقدروا فعلا يعملوا كتلة ضغطة كتلة ضغط حقيقي على من يعطل عملية انتخاب رئاسة جمهورية ومن يعطل عملية انتخاب رئاسة جمهورية هو السنائي حزب الله ميشيل عون ما سمعنا مبارح مع احترامي الكامل ومع تقديري لجهودهم هو الاستاذ روبير فاضل صديق وأنا يعني بحي حيويته وبحي حيوية كل الجمعيات اللي كانت موجودة بس مبارح مثل أكل المستشفى هل قد سكر هل قد ملح لأنه ما بدون أنه ينحسبوا على فريق مكون سياسي معين فإذن ما يطلعوا على مسرح فإذن ما يطلعوا ما يدخلوا حالهم بهذا الموضوع أو بدون يطلعوا ويقولوا نحنا هيدا البلد ومعهم حق على شفير الهاوي ونحنا بدنا ناخد تدبير هذا التدبير هو واحد اتنين تلاتي نعم أو ما يسجلوا فقط موقف مثل ما أنا بسجل موقف بأي لقاء سياسي ممكن أني أعمل هن بالكاد سجلوا موقف وفي صحف لم ترحمهم اليوم من أنه اتهمهم بأنه هن رؤوس الأموال وعن بدافع عن مصالحهم الخاصة ومشي في المصلحة حق الوطن أنا بحييهم وأنا بقدرهم وأنا بقول أنه لو لا هن كان البلد مشلول وأنا بقول أنه لو لا القطاع المصرفي والقطاع التجاري والعيدة شفناهن مبارح بالبيال البلد ما كان قائم على إجراء إنما اللي عملوه مثل أكل المستشفى اللي عملوه ما بيأسر بيزهر ما بيعقد المطلوب أنه هذه كتلة اقتصادية وازنة بلبنان ربما أيضا وازنة بالعالم العربي مش بس بلبنان يعني القطاع المصرفي اللي موجود بلبنان لا يحتوي فقط على أموال المودعين اللبنانيين يحتوي على أموال المودعين غير اللبنانيين وبالتالي تأثيرهم تأثير هائل لحد اليوم ما شفناهن عم بيقوموا بأي حركة حقيقية تأدي إلى التقدم باتجاه انتخاب رئيس جمهوري نعم ولكن وهني بيعرفوا شي يجب يعملوا مش بباوعه screens شو لجم يعملوا إذا كان هني بيعرفوا هني عندهم الإدرARS على التأثير مش أنا أنا ما عندي أعطيهم فكرة يلا مباشرة أنا ما عندي أنا سرية المصاريف من عندي أنا العلاقة مع نيويورك من عندي أنا العلاقة مع البنك الدولي من عندي أنا العلاقة مع الاتحاد الأوروبي من عندي علاقة مع أعواصم القرار العربية ومع الخليج من عندي هني عندهم كل هيدا نكتفي بهاك لقاء حلو بالبيال وبينتهي تاني يوم بموشات دجارية النهار وثالث يوم ما بقفي منه شي ما بيصير هك لا هذه كتلة حقيقية لازم تساعد كل اللبنانيين ونحنا كلبنانيين إلنا عليهم لأنه نحنا موديعين عندهم نحنا منشتغل عندهم نحنا هني أرباب العمل في لبنان أرباب العمل على كل المستويات ما بيقدروا يكتفيوا فقط طلوا على المسرح وسجلوا موقف ورجوا على البيع مشكلة دكتور سعاد أنه هني أعلنوا رفضهم لسياسة التعطيل الأسبوع الماضي كان ضيفي دكتور وليد خوري عندما سألته عن هذا التحرك قال لي نحنا رح نكون مشاركين فيه لأنه هني كمان كفريق معارض بيعتبروا أنه فريق أربعة عشر أدار عم بعطل يعني ما عم بيمشي بالتعينات الأمنية ما عم بيمشي بتوافق على رئاسة الجمهورية يعني ما تتفضل به إذا عتمد من قبل الهيئات الاقتصادية رح يكون مثله مثل أربعة عشر أدار أو مثل حراك أربعة عشر أدار ورح ينقسم البلد عليه فيمكن هذه اللعيات حديثة أنه تبقى على مسافة واحدة من الجميع رولا أنه يلي بدو يفوت يعني أنه يلي بدو كيب حاله بيسي يلي يتعلم السباحة يعني أنا ما طلبت من الهيئات الاقتصادية يعملوا التظاهرة يلي أن عملت مبارح لحقوا وطلعوا على الإعلام لحقوا وقطلوا على المسرح السياسي أو يعملوا معروف يكملوا صراخهم بخطوات عملية تؤدي إلى انفراج الوضع أو إذا هن مثل أي لقاء بينعملوا وتطلع بوسيئة أو ببيان سياسي الخطوة يلي شهدها مجمع لبيالبي حسب الحياة يتوقع أن تتطور لحراك في الشارع أول الغيث نقابات القطاع الزراع بالبقاء أعلنت الإضراب السبت المقبل والنزول لساحة الشتورة لرمي المحاصيل الزراعية بسبب التعطيل وتردد أن وزير الزراعة سينضم إلى هذا الحراك شارع بعده اليوم سلاح فعال يا ست رولا أنا ما بعتقد بأنه الأمور الاقتصادية بتحرك الشارع تحرك الشارع لأمة العاش أكتر من هيك هم مشترك ما بتحرك الشارع ولا مرة حركت الشارع بلوبنان وعلى جميع الأحوال ما حركت الشارع العربي هذا الربيع العربي كله ما تحرك ولا مرة كرمال الرغيف تحرك كرمال حرية الإنسان الكرامي ما كان ممكن تكون شرارة لتحريق يعني منتذكر قبل سبع أيار كان العنوان الرئيسي قبل ما تصير سبع أيار هو مطالب الناس يعني بس هذا ما حرك شارع أنه اللي عمل سبع أيار مش كرمال الرغيف عمل سبع أيار كرمال خطوط الاتصالات ما عمله كرمال الرغيف بس بلش بلش بحرك لا مش هو بلش بلش أنه كان عمين حكى فيها أنا من مؤمن بأنه الشارع المطلبي قادر على أن يستكتب في لبنان الشارع الطائفي بيستقطب الشارع المذهبي بيستقطب الشارع السياسي بيستقطب بس مش الشارع المطلبي بس مش شارع المطلبي لا يستقطب لأنه لسوء الحظ كمان يعني غالبية الطبقة السياسية لا تتحسس أو ما عندها ببرامجها أو ما عندها بكلامها أو ما عندها بأولوياتها أو باهتماماتها الأمور المطلبية لدى الناس وقت اللي بتكون هذه الأمور المطلبية إلى لون طائفي أنه إشحاف بكازينو لبنان بيصير الإشحاف بحق المسيحيين متحرك إشحاف بيريجي لبنان بيصير إشحاف بحق الشيعة منتحرك يعني هيك بتصير بس ولا مرة المطالب الرغيف أدت إلى أنه الشارع ينزل لا أنا لومي على الهيئات الاقتصادية أكبر أنه ما بدي أنا أطلب من المزارع بيسعد نيل أو بيشتورة أو بيزحلي أنه هو يعني ياخد علاعات وعملية انتفاضة طانوس شهينية بين هلين بالبلد لا هذي اللي عنده المصاري ويلي عنده كتل ويلي عنده المصارف ويلي عنده تجارة ويلي عنده علاءات هذي عنده علاءات مع الخارج عنده علاءات مع العالم العربي عنده تأثير على الطبق السياسي مسكين الناس على نبضة مسكين الناس بيعرفوا بأي طريقة وبالتالي لا لا يكتفي هذا الموضوع ولا يكفي ما حصل البالحة في البيال مع تأدير الكامل لأنهم فردا فردا ويلي هني جزء كبير منهم أصدقاء بس أنا كمواطن لبناني أرى بما حصل مشهد وليس حركة سياسية حقيقية بعد الفاصل الأزمة الحكومية ومفتاح رئاسة الجمهورية لحظات ونعود ترجمة نانسي قنقر